السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتتكلم اليوم عن معاشات نوفمبر 2024 وتبكير صرف المعاشات بسبب أجازة البنوك وهل أصدرها القرار من التأمنات أم لا بس قبل من نتكلم على التفاصيل نرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك الفيديو موقف تبكير صرف المعاشات معاشات نوفمبر بسبب أجازة البنوك معاشات نوفمبر أسبوع واحد يفصلنا عن موعد صرف المعاشات والمقرر أن يتم صرفها رسميا سيكون يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر بسبب أجازة الجمعة التي تتوافق أجازة رسمية في البنوك التي تقوم بصرف المعاشات وانتشرت الكثير من التساؤلات حول موقف تبكير صرف المعاشات نوفمبر يدويا وهل صدر قرار رسمي بذلك في هذا الأمر سيكون الصرف إلكترونيا من خلال ماكينات الصرف الألي التابعة للبنوك ومكاتب البريدة المصري وهي الجهات المنوطة بصرف معاشات 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والورصة هل تم إصدار من التأمينات بشأن التبكير وبسبب أجازة الجمعة التي توافق أجازة البنوك ومكاتب البريدة المصري تسأل أصحاب المعاشات عن موقف تبكير خاص أن هناك عدد كبير من أصحاب المعاشات يصرفون المستحقات يوميا من فروع البنوك والبريد وقام تلهيئة بالرد على هذه التساؤلات لم تصدر قرار رسمي بشأن تبكير موعد صرف المعاشات حتى هذه اللحظة وعلى هذا الأساس سوف يوافق موعد صرف المعاشات إلكترونيا يوم الجمعة والصرف يدويا سوف يكون بعد انتهاء الأجازة الأسبوعية للبنوك والسؤال الذي يتردد على زين الكثيرين ما حقيقة صرف الزيادات في معاش نوفمبر وفيما يخص أنباء صرف الزيادة جديدة على معاشات نوفمبر لم تصدر أي جهة حكومية أو رسمية قرار بصرف الزيادة جديدة على هذا الأساس وسوف يتم صرف المعاشات نوفمبر وفقا لآخر الزيادة السنوية تم صرفها وهي الزيادة اللي هي بتكون 15% اللي تم إقرارها في شهر مارس الماضي لو عجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك